يتواصل توافد المصريين وبعض مواطن الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين واستستمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى وللمزيد حول تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول الأخرى ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية من ميناء أبو سنبل النهري صف لنا الأوضاع لديك حتى هذه اللحظة نعم محمد بعد التحية صورتان همتان في مدينة أبو سنبل أو تحديدا في ميناء أبو سنبل النهري الصورة الأولى هو التزايد المستمر بالطبع للوافدين السودانيين عبر معبراي قسطل وأرقين وتحديدا في هذه الفترة العدد المتزايد في معبر قسطل لكن الصورة الثانية وهي الأهم لسد كل هذه الاحتياجات والأعداد المتزايدة هي صورة الشاحنات المحملة بالعديد من المواد الجذائية خاصة خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية كان هناك عدد كبير من الشاحنات المحملة كان آخرها مساء أمس في وقت متأخر في مدينة أبو سنبل كانت تجوب هذه الشاحنات أسطول كبير جدا من هذه الشاحنات يعني نتحدث تقريبا عن أكثر من عشر شاحنات محملة بالمساعدات الجذائية متجهة إلى معبراي قسطل وأرقين هذه الشاحنات محملة بالعديد من الأطنان ستتجه إلى معبر قسطل والبعض الآخر بالطبع سيتحرك إلى السودان الشقيق وهذا ما يتم التأكيد عليه من السلطات المصرية خاصة خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر الفيديو كونفرنس أنه يتم مواصلة التنصيق مع المنظمات وأيضا الجهود الإغاثية لتوفير الكثير من الإغاثات وحجم المساعدات للتخفيف من الوضع الإنساني في السودان فهذه التوجهات للرئيس عبدالفتاح السيسي تتم هنا على أرض الواقع من خلال عدد كبير من المساعدات التي تتم سواء المساعدات التي تقدم من محافظة أسوان عبر معبراي قسطل وأرقين وتوفير الحافلات وتوفير كل المواد الجذائية والمساعدات الطبية والصحية أو حتى هنا في ميناء أبو سنبل النهري من خلال العبرتين التابعتين لمحافظة أسوان والتي تعملان لنقل الوافدين السودانيين ثم أيضا الخدمات الصحية الموجودة هنا في مدينة أبو سنبل نتحدث تحديدا عن مستشفى أبو سنبل الدولي التي تقدم كل خدماتها الصحية للوافدين ثم مستشفى أسوان الدولي بالإضافة إلى أن هناك عدد من القوافل الطبية التي تتم للإطمئنان على صحة السودانيين الوافدين وهذا ما يؤكده لنا دائما السودانيين الذين نلتقي بهم على مدار كل يوم وكل ساعة عندما يتوافدون على ميناء أبو سنبل أم نهري كل الخدمات الصحية نتأكد من خلال رسائلهم من توفير كل الخدمات الصحية للإطمئنان عليهم تسهيل كل الإجراءات كل كلمات الحب التي تعبر عن مصر وعن الجهود التي تبذل لاستقبالهم في بلدهم الثاني مصر النقطة الأخرى أننا نتحدث أن هذا اليوم هو اليوم الثالث أو الرابع لدخول القوافل التموينية الجذائية في محافظة أسوان تحديدا في موقف كاركر الدولي وفي أكثر المناطق التي يتجمع بها السودانيون منها حي الصداقة الجديدة والقديمة لتقديم مزيد من المساعدات الجذائية بأسعار مخفضة للسودانيين وأيضا بالإضافة إلى القوافل المجتمعية الأخرى التي تساعدهم على الإطمئنان على ذويهم تساعدهم على توفير السكن تساعدهم أيضا على الانتقال إلى محافظة القاهرة أو أي محافظة أخرى نتحدث أيضا عن خدمة مهمة وهي خاصة بمحطة سكك حديد مصر في توفير عدد من القطارات لنقل أيضا السودانيين الذين يتجهون إلى محافظة القاهرة أو أي محافظة أخرى عبر وسائل النقل في السكك الحديد بالإضافة إلى الحافلات الكثيرة المتواجدة لنقلهم مراسل التلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا من ميناء أبو سنبل النهري شكرا جزيلا لك